بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معجزة النهاردة يمكن تكون مش باينة للإنسان العادي أو مش واخد باله منها أو مش حاسس إنها معجزة إلا لما يفقدها زمان أيام ما كان الأطفال بيشربوا البطاص مكان اللبك لأن كان لونه أبيض والستات وكانوا يجيبوا حتى الإعلانات في التلفزيون خلي بالك ما تسيبوش البطاص في المطبخ لحسن العلب يشربوه على إنه لبن فشفت مرة طفل من الأطفال دول وحصل إنه شرب مادة كاوية زي كده وحرقت البلعوم عنده أصل واحد لو شرب أي حاجة أو لو كان أي حاجة مفيش غير سكتين خرطومين خرطوم خلفي وخرطوم أمامي الخرطوم الخلفي اللي هو البلعوم اللي لما الواحد بيبلع بيأكل عليه البلعوم طوله تقريباً 40-45 سنطي حسب طول الإنسان ووزنه بيوصل من أول الفم والفارنجز أو المنطقة بتاعة الرقبة اللي فيها الحنجرة بيوصل منها الجزء اللي بيبلع الأكل وهنقول بقى إزاي الواحد بيبلع والبلعوم بيفضل ماشي ويخترك الحجاب الحاجز عشان يروح للمعدة وفيه مصار تاني أو خرطوم تاني أو أنبوبة تانية لأنها صلبة مش خرطوم طري اللي هي الحنجرة والقصب الهوائي دي قدام ودي وراء ووجعتني وانا بحرك طب إزاي بقى إحنا بنفصل الاتنين مع بعض يعني إزاي الأكل بيمشي الوراء وما يطلعش لقدام بقى مصيبة لو الأكل طلع لقدام اتخنق والهواء إزاي يدخل في المكان بتاع الهواء اللي هو القصب الهوائية وما يدخلش مع الأكل ما فيش مشكلة لو دخل شوية هوا مع الأكل ممكن أتقرع بعدها بشوية عادي لكن فيه مصيبة لو الأكل دخل مع الهواء في الحنجرة يخنق للدنيا لأنه مش هتقرع أكل لازم أكحه قبل ما يوصل طب معنى كده إن كل مرة الواحد بيبلع عنده احتمالية إنه يموت فيها ويتخنق عشان الأكل اللي بيبلعه ممكن بدل ما ينزل على البلعوم وراء ويتزحلق وينزل على المعدة ينزل على قدام على الحنجرة والقصب الهوائية ويسدله حتة من الرئة وكل سنة وانت طيب يموت فيها يموت فيها فعلا وساعات لو الموضوع بسيط يعني وحظه حلو يحصل انتهاب رئة ويحد بسبب إن فيه جسم غريب رزاية عدساية مكاروناية دخلت في الرئة ممكن نعمل خراك في فص من فصوص الرئة وممكن توصل إن احنا نشيل حتة من الرئة يا لهوي وممكن تبقى مصيبة وادخل بمنظار في الرئة عشان نشيل المكاروناية دي ليه كل ده؟ عشان مش مسموح طول ما أنا عايش إن يدخل جوه الرئة أي أكل طب إزاي بيحصل كده؟ يعني كل مرة ببلع بيحصل إيه عشان خطر بيحصل ثلاث حاجات حتى الطفلة اللي بلعت البطاس دي عملولها الأول لما تحرق البلعوم بلونة عشان نوسع بعد كده ديق تاني البلعوم وتليف بلونة تاني بعد كده ديق تاني بلونة تالت في الآخر عملولها فتحة على المعدة من هنا بكيس يعصر الأكل في خلاط ويحطه في الكيس ويفضيه على المعدة بدل ما تبلع أتذكر ساعتها كان ولدها رجل أعمال وقابلته في أمريكا وقال أنا مستعد أدفع كل الصروة بتاعتي بملايين الدولارات عشان البيت ترجع تبلع تاني وساعتها كنت قاعد مع الجراح وقال لي لا مش هينفع تبلع حتى لو هنزرع لها جزء من الأمعاء بدل المريء اللي تحرق وتوسع ده عشان خطر مع أول بلعة هتتخنق وتموت لأن ربنا عمل لك ثلاث حاجات عشان مع كل بلعة تبلحها ما تتخنقش أول حاجة فيهم إن الأحبال الصوتية اللي تعتبر الحارس الأول على الحنجرة اللي مفتوحة أثناء الهوى بتقفل مع البلعة يعني مع كل بلعة الأحبال الصوتية بتاعتك تقفل يعني لو أنت بتجري حتى لو أنت بتجري بتاخد نفس بتاخد نفس الأحبال الصوتية مفتوحة وإنت بتاخد نفس تعالي بقى وإنت بتجري كده لو بتاخد نفس إشرب بقوا مية وبعد ما تخلص المية تعمل طب ليه عملت كده لأنك عايز نفس ليه؟ لأن أثناء ما أنت بتبلع المية كانوا قفلين ليه؟ عشان ما يخشش نقطة مية مش بس كده ده ربنا عامل لسان اسمه لسان المزمار الحنجرة دي هي المزمار فده اللسان بتاع الحنجرة اللي هو لسان المزمار غير اللسان بتاعنا لما تمشي مع اللسان ده الورى هتلاقيه في آخره خالص فيه لسان تاني الورى ده اللسان اللي قدام كده وفيه لسان تاني الوراء بيقفل على الحنجرة عشان لما تيجي تأكل مش بس الأحبال الصوتية تقفل حنجرة لا ده اللسان يقفل عليهم قفلة تانية باب كمان حلو كده كويس قوي الأكل هيتزحلق من فوق اللسان يتزحلق وراء على الخرطوم الوراء اللي هو المريء لا في حاجة تالتة إن مع كل بلعة بتبلحها ربنا بيرفع الحنجرة باللسان بكل الفيلم ده عشان ما يطلع لهاش الأكل فتلاقي نفسها كونت بتبلع بتعمل تطلع وتنزي تطلع وتنزي مع كل بلعة فالأكل ما يطلع لهاش ومقفول عليه وعليه اللسان مع كل بلعة فأنا مش هقدر أعمل التالت حاجات دول مع كل بلعة في البيت دي وأنا بعمل لها العملية فالعملية مش هتنفع فخليها تأكل بالكيس ده بقيت عمرها فنعمة البلع نعمة عظيمة معادة لقوا إن الطفل الجنين ودي آخر حتة هختم بيها لما يتولد لمدة سنتين بتوع الرضاعة يقدر يأكل ويتنفس في نفس الوقت أنا معرفش أكل ويتنفس في نفس الوقت لو هشرب النفس بيوقف وبعدها أخد نفس لكن العيل تلاقيه بيرضع عشر دقيق ربع ساعة ومش أكيد مش بيوقف نفس قاعد بياخد نفس في نفس الوقت طب إزاي قال لك أصل العيل ربنا خلق له الحنجرة دي بكل الفيلم اللي عليها ده فوق شوية فكده كده مش بيطلع لها اللبن لحد ما يخلصوا السنتين تنزل مكانها وبعد كده بقى تطلع وتنزل مع كل بلعة بقيت العمر نعمة عظيمة مش واخدين بلنا منها إنك بتبلع وإنت بتكلمني دلوقتي وممكن تبلع وإنت بتتكلم في تليفون كمان وهي شغالة أوتوماتيك والله خلقها لك تجري داخلك وأنت لا تدري ولكن الذي أبدعها يدري سبحانه وتعالى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا الله وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كان معكم الدكتور رامي اسماعيل أشوفكم في حلقة قادمة في رعاية الله